منتخب آخر عربي كبير هو المنتخب التونسي الشقيق هكلمكم بصراحة على الورق قبل ما ندخل البطولة دي لو حبينا نحط ترتيب للمنتخبات العربية في هذه البطولة ممكن نعملها كالتالي مثلا يعني مثلا بحجم الجاهزية يعني هنحط المغرب هنحط السعودية هنحط قطر هنحط تونس مش بنقولي تونس ضعيفة هنقولك في ترتيب العرب في هذه البطولة من حيث القوة والجاهزية فالنهارة تونس هتواجه مين الدنمارك واحد من أقوى المنتخبات الأوروبية في الوقت الحالي فبصراحة الأمور مش هتعدي كويس يعني الأمور هتبقى صعبة نزلت تونس المباراة تونس الحقيقية تونس النسخة القديمة تونس اللي تقدر تلعب قدام أي منتخب أوروبي بشكل رائع وفي ندية تونس النهاردة في الشوت الأول كانت تقدر تكسب الدنمارك هدف واثنين سوء حظ وتوفيق خلى تونس يخرج من الشوت الأول بتعادل سربي مع الدنمارك فقعة الدنمارك شوية في الشوت الثاني بس سمود تونس الدفاعي كان سمود أيضا رائع فالتعادل النهاردة لتونس أمام الدنمارك بطعم الفوز الكبير كل التوقعات طبعا تروح للدنمارك طبعا بس تونس لعبت النهاردة برجولة لعبت بأداء فني كبير لعبت بأداء فني رائع وكان لها هدف في الشوت الأول ألغي بداعي التسلل هدف أيضا للدنمارك ألغي بداعي التسلل تدخلات الفوار قوايا جدا وصريحة جدا عاجبني شكل التحكيم والتكنولوجيا اللي بتتلعب في هذه البترة كل التفاصيل والوقت الضايع المهضر اللي بيتحاسب فيه تفاصيل حلوة كده منخليها اللعبة حلوة منخليها المباراة حلوة منخليها كل فرقة واخد حقها صعب جدا جدا تلاقي أي فرقة طرع تقولك يا أنت ملاحظت لحد الوقت ما فيش حد ترع قال احنا ظلمنا تحكمية ما فيش غلطة تديق الفجوة بتاعة الأخطاء في التحكيم حاجة رائعة جدا تونس النهاردة مباراة محترمة أيسى العيدوني النهاردة عمل مباراة كبيرة أيضا سد الكرة على الجول تدخلات الأرضية كاية 6 تقطع الكرة 4 مرات وشاتت الكرة 3 مرات واحد من نجوم المنتخب التونسي النهاردة دعب كبير أركامه رائعة هو أفضل لعب في هذه المواجهة مباراة تونس والمنتخب الدنماركي في المنديال حاجة رائعة أتمنى لتونس التوفيق الفترة اللي جاية المباراة اللي جاية صعبة برضو المباراة اللي جاية مش هينة المباراة اللي جاية محتاجة شخصية شخصية بص الجمال فرحة الجمال التونسية فرحة حلوة للجمال التونسية في الدوحة أقول لكم حاجة على موضوع الجماهير في الدوحة في قطر حالياً أقول لكم معلومة جميلة جماهير التونسية ليه حق تفرح النهاردة عشان حتى هم ما كانوش متوقعين إنه هم يفوزوا بهذه المواجهة بس سعادة التوانس عادة شمال أفريقيا إن القلب والروح موجود يقدروا يعوضوا أي فرقات مع المنتخب الدنماركي أحرجوا المنتخب الدنماركي النهاردة أتبت لكم هولوكم حاجة على موضوع الجماهير الجماهير التونسية في الدوحة عرفت إنه الجماهير العربية في قطر جماهير العربية دي تشمل إيه بقى؟ تشمل الجماهير بتاعت المنتخبات تونس قطر السعودية المغرب وتشمل بقى الجماهير المصرية والإماراتية والبحرانية وكل أي عرب أي عرب عاملين إيه بقى؟ عاملين ربطة اسمها ربطة الجماهير العربية في كأس العالم دول شغلاتهم إيه؟ يروحوا مع بعض كل المباراة ونلبس تشيرت المنتخب ده يعني النهاردة تونس كلنا هنلبس تونس مغرب كنا هنلبس المغرب سعودية واحد كذا قطر نفس الأمر في تجمع عربي عظيم جدا في قطر والناس بقيت تتهافت يعني عايزين يدوروا عليهم عشان يشتركوا معاهم أنهم يروحوا مع بعض المباراة ويهتفوا نفس الهتفات بيذكروا الهتفات مع بعض بيسمعوها مع بعض بيغنوا البعض بيهتفوا باسم البلد مع بعض ايه حلوة الكورة دي؟ ايه حلوة الكورة دي؟ أجماعة بشوية يعني شوية عمك فلسافي شوية أنتم متخيلين الكورة بتجمع عديه؟ الرياضة بتجمع عديه؟ أنتم متخيلين؟ بمنتهى البساطة بمنتهى البساطة بطولة إن شاء الله مشرفة عربيا على مستوى المنتخبات اللي بتشارك مشرفة عربية على مستوى التنظيم بإذن الله كل حاجة حلوة ده فيه نقطة برضو جانبية كده إن شاء الله تفضل على كده إن شاء الله تفضل على كده